أعود لك مرة أخرى سيد سعد أيضا فيما يتعلق باستهداف الحرس الثولي لإقليم كردستان العراق ألا يجر هذا على النظام الإيراني ويلات وربما ردود فعل تؤزم الوضع أكثر يكون الوضع متؤزم في الداخل وأيضا في الخارج مع كردستان العراق نعم بالتأكيد سيدي هذا النظام لا يملك مهارة دبلوماسية تؤهله ليتواصل مثلا مع مكونات الشعب الإيراني من أكراد وعرب وغيرهم أيضا بلوش وغير الأعراق الموجودة العرقيات الموجودة في إيران ليس لديه إلا عقلية القمع إلا عقلية القصف عندما يريد أن يتحدث عن مشاكل سياسية داخلية يستخدم الحرس الثوري ويستخدم وزير الدفاع للحديث عن مشاكل داخلية هو بالتأكيد يريد كسر إيرادة أي أقلية أو أي عرقية موجودة داخل الأراضي الإيرانية سواء كانت كردية أو عربية هذه المناطق التي يقصفها بالتأكيد مناطق كردية وهي امتداد للعرقيات الموجودة داخل إيران هذه مناطق كانت واحدة مناطق واحدة وشعب واحد طبعا كلهم من الأكراد اليوم يقصفهم حتى داخل الأراضي العراقية يريد أن يوجه رسائل إجرامية بالتأكيد رسائل دموية لا يملك غيرها بأننا قادرون على الوصول إلى قياداتكم الوصول إلى مقراتكم الوصول إلى امتداداتكم لذلك اليوم التصريح الغريب والذي يخرج عن طور الدبلوماسية عادة في مثل تلك المشاكل يقول وزير الدفاع أننا قادرون لقصف القرى والمدن الذي المكتظة بالسكان المدنيين في حال حصل تهديد للأراضي الإيرانية وفي الحقيقة لا يوجد تهديد في هذه المناطق ولا توجد معارك هو فقط رسائل دموية بأننا سندخل هذه المناطق إذا استمرت هذه الاحتجاجات المدنية داخل الأراضي الإيرانية لذلك أنا أعتقد أنه في طور مكافحة مظاهرات احتجاجية مدنية هو يريد الرد عليها برشقات من الصواريخ والمدفعية إلى مناطق آمنة داخل بلد آخر بلد العراق وفيه استباحة بالتأكيد للسيادة العراقية وصرحوا المسؤولين في كردستان وفي العراق أيضا باستنكارهم لأن هذا يعتبر انتهاك للسيادة العراقية عدل ميليشيات التابعة على إيران لم يستنكروا وهم يعني صامتون في هذه المحنة نعم وصلت فكرة أشكرك شكرا جزيلا سيد سعد الخطيب شكرا لك كنت معي في هذه الحلقة من السجل التاسي شكرا لك أشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله اشتركوا في القناة